أشهد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر لرياني بالإجماع الشعبي الرافض لإحياء ميليشيات الحوث الإنقلابية ما أسمي بيوم الولاية والذي تجلى عبر الحملة التي نظمها سياسيون وإعلاميون ومواطنون من مختلف الأطياف تحت وسم يوم الخرافة وتأكيدهما أنها نقيض حقيقي للدولة وهدم لثوابتها وإقصاء للدستور اليمني وأحكامه وتعطيل للقوانين النافذة وامتداد للدماء المسفوك على عتبات الطائفية الكهنوتية التي قتلت اليمنيين في مراحل تاريخية مختلفة وهي اليوم تقتلهم منذ تسعة أعوام وأوضح معمر لرياني في تصريح صحفية أن ميليشيات الحوث الإرهابية التابعة لإيران تتفق أو تنفق مئات المليارات من الريالات من إيرادات الدولة المنهوبة لإحياء ما تسميه بيوم الولاية أو غدير خم بدلا من توجيهها لصرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها والتي أوقفت صرفها منذ تسعة أعوام تاريخة ملايين المواطنين يتضورون جوعا وفقرا في أكبر أزمة إنسانية في العالم بحسب تقارير أممية وأشار الإيرياني إلى أن ميليشيات الحوث الإنقلابية تسخر إمكانيات ومقدرات الدولة المغتصبة والخزينة العامة والإيرادات المنهوبة في العاصمة المختطفة لصنعا وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها من إضافة إلى المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الإغاثة للحشد والتعبئة لإحياء طقوسها الطائفية المستوردة من إيران وإطلاق الألعاب النارية دون أي اكتراث بفداحة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية وأضاف الإيرياني أن ميليشيات الحوث الإنقلابية تسعى من خلال هذه الفعاليات لتكريس مشروعها الطائفي وفرض أفكارها وطقوسها الداخيلة على اليمنيين بقوة السلاح واستغلال حالة الفقر والجوع التي كرستها عبر سياستها الممنهجة لتغيير هوية الدولة والمجتمع وتحويل الجغرافيا اليمنية إلى قاعدة لتصدير الفوضى والإرهاب للمنطقة وتهديد المصالح الدولية وتنفيذ الأجندة الإيرانية ودع الإيرياني لمزيد من التفاعل والتضامن الشعبي للدفاع عن الهوية اليمنية والعربية الأصيلة في مواجهة محاولات تزييفها والتصدي لمساعي ميليشيات الحوثي فرض أفكارها وطقوسها المستوردة من إيران والمناهضة لعقيدتها أو المناهضة لعقيدتنا الإسلامية النقية واحتكار السلطة واختطافها والانقضاض على الشعب وحريته وكرامته وتكريس العنصرية والكهنود في أقبح وأبشع نموذج عرفته البشرية ترجمة نانسي قنقر